حابدأ معك سؤالي خلاص بشكل رسمي كابتن محمد انت مترشح معنا وخلاص هتسافر معهم ان شاء الله في ليه باريس عشرين اربعة عشرين خياة نفهم منك برضو ده بيتم ازاي هو انا الحمد لله شاركت في اربع دورات برالومبية قبل كده اول مشاركة اللي هي كانت بيكين 2008 ومرورة بلندن 2012 حققتي فيها المدينة الفضية وريو 2016 ما كانتش ليه التوفيق فيها من ربنا ما ارادتش ليه التوفيق فيها وبعدين اخيرها توكيو وتوكي طالعا كلنا عارفين ملبساتها بالكورونا بالحاجات بتاعتها فكانت خمس سنين بدل ما كنا اربع سنين احنا بنجي عمتا من الدورة الولمبية بنستعد خلاص بنرمي صفحتها وبنستفيد من سلبياتها وبنزود في ايجابياتها فبنجي من الدورة بنفكر في اللي بعديها مباشرة فاحنا طبعا جينا من توكيو في خلاص باريس المرادي مختلفة لانها ثلاث سنين بس بدل اربعة فاحنا كنا 25 كنا المفروض ان 2021 كان مفروض تبقى عشرين عشرين فتلعب في 2021 ترحال السنة فطبعا باريس بعدها ثلاث سنين بدل اربعة فطبعا الاستعدادات لازم ان تكون بشكل مكسف اكتر لباريس لتحاية الدولة عندنا عمل حاجة انت تتبقى مؤهل للدورة البرالونبية باريس ان انت تكون جوة توب ايت تكون جوة تمانية الاوائل على مستوى العالم فانت دخلت جوة تمانية الاوائل على مستوى العالم فانت مؤهل مؤهل لبرالونبية باريس طيب هل كتفينا بكده لا مكتفيناش لازم ان تشارك في بطولات معينة لو ما شاركتش تبقى فقط شروط من التأهل انت مؤهل اجوة تمانية بس لو ما شاركتش في بطولات معينة دي هتبقى مفتقد شروط احنا عملنا كل الشروط طبعا استوفيناها ان انت تشارك في بطولة افريقية انت تشارك في بطولتين عالم كانت جورجيا 2021 وابطولة العالم 2023 كا في دبي والسنة دي بقى 24 استكمالا للاخر شروط التأهل ان انت تلعب بطولتين دوليتين طبعا فيه حالك لندر الدولي حوالي مثلا عشر بطولات انت من طلب اجباري انت تشارك في بطولتين دوليتين منهم فا احنا ان شاء الله عندنا بطولة في شرم الشيخ دي احد بقى يمتا شهر الجاي باذن الله ودية هتبقى بطولة مصر الدولية ان شاء الله ومصر ما شاء الله احنا عندنا اللاجنة البرالمبية بنظم بطولات كبيرة والله على كل مستويات فعلا المصر بقى تقريبا هي من اكتر الدول اللي بتصديف عدد كبير من البطولات كمان تحديدا المؤهلة للأولمبيات والبرالمبيات ان شاء الله يعني ده تطور رائع جدا طبعا في هذا الملف طيب احنا كده فهمنا فكرة يعني الالتحاق والتصعيد للأولمبيات خانيني بقى اكتر وبردو السادة المتابعين يعرفوا اكتر عن ابطالنا يعني احنا من الكلام دلاتي بجد مع بطل رفع اسمه مصر وعلى مصر والنشيد الوطني يعني تم علشان هو نجح فدي حاجة مش بسيطة يعني العالم كله كان يسمع نشيد الوطني بغض النظر عن الترتيب بتاعك بس انت برضو حققت حاجة مش اي حد بيعرف يوصل لها فمحتاجين نعرف باكجراوند البطل بتاعنا انت بتشتغل ولا لا كابتن محمد متفارغ تماما للرياضة ولا لا طبعا قبل اي بطولة كبيرة بتحدينا اللي حنتكلم على البرالمبيات بيبقى محتاجة نظام معين محتاجة صرف معين محتاجة اهتمام معين كل ده متوافر ولا لا عايزين نعرف اكتر هو طبعا اول حاجة ان انت ترفع عالم بلدك في اي محفل دولي ده ده اللي بيحسسك ان انت عملت حاجة ان انت شفت عالم بلدك بيترفع في مكان ولما تسمع السلام الوطني يعني كل ماخذ مديلية زهرية بيبقى طبعا احساس اكبر فان ان انت ترفع وتشوف عالم بلدك تكون انت جزء مشارك في ان عالم بلدك بيرفرف في اي دولة على مستوى العالم ده طبعا احساس بيحسسك ان التعب ان انت تعبته والموجود اللي انت بزلته ده مراحش هبائم بالنسبة بقى الاستعدادات والتجهيزات وكده احنا بنبقى في معسكر مغلق احنا في معسكر مغلق من ساعة مجينة من اولمبياد توكيو في معسكرات مغلقة دايما لان في بطولات لازم ان تتشارك فيها ولازم ان تتقاهل من خلالها وهي بطولات برضو بنمثل فيها مصر وبنرفع فيها العالم المصري الحمد لله وانا شاركت في بطولة العالم حققات بروجيزيتين وحققات زهبيت وكاس العالم اللي كانت هنا في القاهرة وحققات زهبيت وكاس العالم اللي كانت في بطولة افريقيا المفتوحة يعني الحمد لله ده كله تأهيل وده كله استعداد احنا حاليا دلوقتي موجودين في معسكر والمعسكر مش هيتفك لحد باريس ان شاء الله ده معسكر مغلق لغاية باريس معسكر مغلق يعني ده حيمتد الاشهر طبعا هو الست شهور جايين خلص 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 فاحنا في معسكر مغلق ما بنخرجش منه لقينا فيه بطولتتين هنشارك فيهم قبل اولمبياد معنى كده ان لو حد عنده ارتباطات اخرى اعمال يعني الموضوع برضو بيمشي انا مثلا بالنسبة لي انا موظف في المسارة للصلاة هو مش لازم نقول الاسم الله موظف في المكان عادي اعم يلا اعادي انا موظف في المكان طبعا الوزارة بطلعنا تفرغ رياضي لأي حد موظف يشتغل في المكان بيطلع له تفرغ رياضي التفارير الغرياضي ده بيتقدم في مكان ورازفتك وبنلاقي عنه أن تبقى مقيم في المعسكر وكتبقى موجود في المعسكر حتى لو امتد الأشور بيحطوا المصلحة دي